السلام عليكم وياكم علي علاء الفيديو يوم رح نتكلم عن وحدة من أكثر الشخصيات المظلومة إعلاميا واللي هي شخصية الإمام جعفر الصادق عليه السلام فالإمام جعفر الصادق كان تفكيره وعقليته وعلمه وحدة من فلتات زمانه فتخيلوا شباب علماء وفقهاء كرسوا حياتهم للعلم وألفوا ما يقارب الأربعين كتاب ونسخة عن علم وشخصية الإمام الصادق عليه السلام وما قدروا يفهمون شخصيته أو حتى يوثقون كل علمه ومناظراته فاليوم الفيديو شوية يختلف فراح أسول فلكم عن قصته من يوم ولادته وشبابه إلى يوم استشهادة فخلونا نبدش فنولد الإمام جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين الحسين بن علي بالسعودية أو ما يسمى بالحجاز وتحديداً بالمدينة المنورة سنة 80 هجرية يعني كانت ولادته بعد واقعة الطف بتساطع السنة فذا أردنا نتكلم عن حياة الإمام الصادق عليه السلام فهي تنقسم إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهي طفولته ونشأته مع جده وأبيه واستمرت هذه المرحلة لمدة اثماني السنة من بعد عمره الأثماني السنة عاش الإمام جعفر الصادق عليه السلام مع والده اللي هو محمد الباقر عليه السلام واستمرت هذه الفترة لمدة 19 سنة أما المرحلة الثالثة والأخيرة واللي راح نسولف عليها بشكل مفصل بهذا الفيديو وهي حياته بعد استشهاد والده فنشأ الإمام الصادق عليه السلام ببيت علم ودين وتعلم من والده وجده كل أنواع العلوم سواء كانت دينية أو علوم إنسانية أو علوم صرفة فعبقرية الإمام الصادق عليه السلام عبقرية كانت سابقة لعصره فتخيلوا شباب بعض من نظريات الإمام الصادق عليه السلام مثل نظرية انعكاس الضوء هذه النظرية اترجمت ودرسها أحد الأساتذة بجامعة أوكسفور فخلونا شباب نسولف عن علم الإمام الصادق عليه السلام بشكل مفصل فيعتبر عهد الإمامين الباقر والصادق عليه السلام مثل ما يصفوا الفقهاء بعهد الانفراج الفكري قياسا بالعهود السابقة اللي مروا بيها باقي العم وسبب انتشار مدرسة علوم أهل البيت بعهد الإمام الصادق عليه السلام بالتحديد بسبب أنه كان بوقتها انتشار الفرق الإسلامية وبدت الأحاديث ضعيفة السند المنسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله بالانتشار فلما انظر الإمام الصادق عليه السلام كانت مدرسة مختلفة عن باقي كل المدارس الإسلامية بهذاك العصر بحيث الإمام الصادق عمل ثورة فكرية فتخيلوا الشباب كان عدد طلاب الإمام الصادق أو عدد طلاب مدرسة أهل البيت يتجاوز الأربع تالاف طالب والعجيب مدرسة أهل البيت على الرغم أنه هي مدرسة إسلامية ولكن ما كانت تهتم فقط بالعلوم الدينية فأغلبنا شباب يعرف جابر بن حيان واحد من أشهر علماء الكينياء للمعلومية جابر بن حيان كان أحد تلامذة مدرسة أهل البيت اللي درسهم الإمام الصادق عليه السلام وغيرهم الكثير من علماء والفقهاء والأدباء مثل أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس وجابر الأنصاري وغيرهم فعقلية الإمام الصادق عليه السلام ما تكررت على مر الزمان من غير الأئمة فتخيلوا الشباب كان عالم ومتفقه بالدين واللغة والفلسفة والكيمياء والخيمياء والفيزياء والجغرافية وعلم النجوم والتاريخ وحتى بمجال الطب والأحياء وتفسير الأحلام وغيرهم العلوم الدينية والإنسانية والعلوم الصرفة وطبعا ليش الإمام الصادق عليه السلام هو بالذاتي لأسس مدرسة أهل البيت أو اللي يهتم بها أكثر من باقي كل الأمة لأن شباب الزمن اللي كان موجود به الإمام الصادق عليه السلام مثل ما قلت لكم بالبداية أنه الناس كانت مهتمة بالعلم والأدب فمثل ما تعرفون شباب العصر العباسي كان يسموه العصر الذهبي ولكن مشكلة عهد الإمام الصادق عليه السلام أنه كانت بنهاية عصر الأموي وبداية العصر العباسي وهذا العصر شباب مشكلته كانت منتشر به التكثيب بالأقاويل فبعض العلماء يقولون أنه أحد أسباب تلقيب الإمام جعفر بن محمد بالصادق انه الناس ظلت تقول خذوا العلم من الصادق لان شباب مستحيل شخص تناقش او تناظر مع الامام جعفر الصادق عليه السلام وسمع من الامام جعفر من محمد الصادق معلومة خاطئة او حتى كاذبة فكل لقب لما اتلقى بالامام كون نابع من ظروف اجتماعية فمثال على الامام عليه السلام واحدة من اشهر القابة هي الكرار والكرار شباب معناها الشخص اللي يتوجه للعدو من دون ان يهروا فهذا اللقب هو مستلهم من شجاعة الامام عليه السلام والامام عليه الفترة اللي كان عايش بيها هي فترة انكثرت بيها الحروب والغزوات فلهذا السبب الامام عليه نعرف بالشجاعة ونفس الشي الامام الصادق ما نعرف بالشجاعة ولكن نعرف بالعلم لان الزمن اللي كان موجود به كان انتشار العلم وغيرهم من الامة كل لما يتلقب به يكون نابع عن ظروف اجتماعية فتخيلوا شباب كانوا يجون فلاسفة من اليونان ومن الشام وغيرهم من الدول حتى يتناقشون ويا الامام فقط ويضا كان الامام عليه السلام يطرح نظريات على طلابه ويخليهم يتناقشون بيهم ومن بعض هذن النظريات مثل نظريات انعكاس الضوء اللي قلت لكم عليها بهالزمان يلا فهمها احد الاساتذة بجامعة اوكسفور واللي اسمه روجر بيكون اللي من نظريات انعكاس الضوء لليمام الصادق عليه السلام استلهم اختراع المجهر الفلكي وغيرها من نظريات اللي لا تعد ولا تحصى مثل نظريات الزمكان او نظريات الكون اللي لليمام الصادق عليه السلام واللي نصها إنه إن لكل ما في العالم الأصغر شبيها في العالم الأكبر ولكن على ضخامه في الحجم والسعة وإن لكل ما في العالم الأكبر شبيها في العالم الأصغر ولكن على قلة في الحجم والسعة ومن هنا فإنه يستطاع تحويل العالم الأصغر إلى عالم كبير وتحويل العالم الأكبر إلى صغير أو مثلا نظرية انقباض العالم أو امتداده ولنصها إن العوالم الموجودة لا تبقى على حال دائم من الأحوال فهي تتسع تارة وتنقبض تارة وممكن بعضكم يقرهان النظرية وما يفتهم شنو معناها ولكن العلم الحديث بهالزمان اتوصل الى ان العالم المحيط بالمنظومة الشمسية يتمدد ويتسع من جهة ويتقلص وينقبض من جهة اخرى فهذه النظرية اللي هي انقباض العالم او امتداده نظرية العالم المحيط بالمنظومة الشمسية يتمدد وينتسع من جهة ويتقلص وينقبض من جهة اخرى ولكن اكيد اذا الامام الصادق عليه السلام قال للناس بوقتها بالمنظومة الشمسية ظلوا نصافنين بوجهه شنو المنظومة الشمسية فكل نظريات الإمام الصادق عليه السلام كان بها عمق وسابقة لعصرها ولكن أكيد ما راح اذكرهن كلهن راح اكتفي بهذا القدر من نظريات ولكن السؤال يسأله هو لناس شن هو مصدر علم الإمام الصادق عليه السلام فاذا روح نسأل علماءنا ومراجعنا بهالوقت ونقول لهم شن مصدر علم الإمام جعفر الصادق أو مصدر العلم لأمه بشكل عام فراح يقول لك انه مصدر علم لأمه هو النبي محمد صلى الله عليه وآله راح تقول لي شلون الإمام عليهم السلام شباب هم عبارة عن سلسلة متكاملة من العلم فكل إمام إلا إمه الاثنين عشر عليهم السلام يكون علمه وارثة عن أبيه فمثلا إمام جعفر الصادق علمه ورثه عن أبوه الإمام محمد الباقر فلما نقلت لكم أنه الإمام الصادق عاش مع جدة 12 سنة ومع والدة 19 سنة هذان السنوات ما كانت بلاش هذان السنوات تتعلم منه كل أنواع العلوم العلوم الإنسانية والصرفة والدينية ولكن شن علاقة علم النبي محمد بعلم الإمام الصادق فلو نرجع الأول إمام من الأئمة الاثنين عشر فهو الإمام علي عليه السلام فشنو هو مصدر علم الإمام علي؟ مصدر علم الإمام علي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله والدليل على كلامي لمن قال الإمام علي علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي في كل باب ألف باب فالإمام علي عليه السلام لمن أخذ العلم من النبي محمد ورث علمه وعلمه لأولاده اللي هم الحسن والحسين والحسين عليه السلام علم الإمام زين العابدين علم الإمام علي والإمام زين العابدين علم علم الإمام علي إلى الإمام محمد الباقر اللي هو ابنه والإمام محمد الباقر علم الإمام جعفر الصادق علم الإمام علي إلى أن تنتهي السلسلة بالإمام المهدي عجل الله فرجه فكل إمام من الأمة 12 ورث علمه من الإمام اللي سبقه فهذه هي أحد الأسباب أما السبب الثاني مثل ما يصفوه العلماء هو العلم اللدني أو العلم الإلهي فمثل ما كانت السيدة زينب عليه السلام يسموها عالمة غير معلمة فالإمام الصادق عليه السلام ظهر علمه من كان عمره ثلاث سنوات فقط فهذه يكيد لها اسباب إلهية بعلم الأمة ما أحد يعرفها غير الله سبحانه وتعالى فمستحيل شباب أن نشوف مثلا إمام يأخذ علمه من الشيخ أو الفقيه أو العالم فهذا الشي بالعكس العلماء والفقهاء والمراجع هم يأخذون علمهم من الأمة مو هم يعلمون الأمة فعلى الرغم أنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام كرس حياته للعلم ونشر علوم الإسلام وأهل البيت عليه السلام بالطريقة الصحيحة ولكن كان جزائه أن يستشهد بالمدينة منورة مسموم ومظلوم فالإمام الصادق عليه السلام تسمم في زمن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الدوانيقي واستشهد الإمام جعفر الصادق عليه السلام بـ 25 من شهر شوال سنة 148 هجرية وكان عمر الإمام جعفر الصادق عليه السلام عند استشهادة ببعض الروايات 68 سنة فاستشهد الإمام جعفر الصادق بالحجاز أو بالسعودية بالمدينة المنورة وكان الإمام من بعد الإمام جعفر الصادق هو موسى الكاظم عليه السلام واندفن الإمام جعفر الصادق عليه السلام بالبقية السلام عليك يا عمال ربك ينطاك العلم سيدي يا ابني اللي عيدهم ينزلي صلي النجل شيعتك جي أنا وهدفنا من علومك نوتنا نطرح عليك المسائل وردنا منك نفته يا اللي ذا ربا بالفقاة عندك صغار طلب جهلوا عنك صيد خلافك ومنني طلب وجوب مني الإيمان ابني الإيمان ردنا الحلاء